السلام عليكم عليكم السلام تفضل سني أم شيعي شلونك أفرام شلونك أفرامي شيعي شيعي أهلا بك تفضل عدي استفسار أحبا استفسار من يمك لو استفسارت التوحيد ما فيش مشكلة لأن موضوعنا النهاردة عن الشركة والتوحيد وبنتكلم إن الشركة لو ظلم عظيم إنه من يشرك بله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فالشرك محبط للعمل سبب في خلود صاحبه في النار يحرم عليه الجنة والله لا يغفروا تفضل نعم نعم أنت ما أسألتك على الشرك والتوحيد شلو مشكلتك ويا الشرك يعني مع الشيعي ويا الشرك ويا الشرك مع الشيعي الشيعي بشلو يعني بالنسبة لك قاعد يشركون حبيب هل أنت حكم قولي يا حسين أغثني هل هذا الشركة أو توحيد يا حسين بالله الكريم بالله الكريم يا أخرامي بالله الكريم حياتي كلها أقسم بالله العظيم حياتي كلها يا حسين أغثني بالله الكريم أنت اتصلت علي أمس أنت اتصلت علي أمس لا 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 ما اتصل علي قابل أنا ما شاء الله يا حبيبي أحسنت أنك لا تقول ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الله قال في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فالاستغاثة تكون بالله تبارك وتعالى أنا سؤالي لك الآن أنت تستغيث بالله تسمعني صوتك بيقطع حاولي تكون في مكان في شبكة شوية حبيب الله يسعين نعم أسمعك أسمعك لا تكلمني من سبيكر حاول تتكلم من الهاتف مباشرة على فمك ما عاشي ما عاشي أنت الآن ترى أن قول قول يا حسين أغفني شرك أليس كذلك؟ تقريبا نعم يا حسين أغفني استغاثة من الله عز وجل طبعا فقط والاستعانة يقولك استعن بالإمام هذا توحيد أم شرك؟ والاستعانة من الله عز وجل فقط أحسنت الله قال إياك نعبده وإياك إيش نستعي وإياك نستعي ما شاء الله أنت بذلك لكن أنا تفضل آآ صراحة أنا أتبح السيد علي السستاني أكيد تعرف ما بجعدين في العراق علي السستاني يجيز قول يا حسين أغفني أنا نصيحة لك أنت عقلك أفضل من علي السستاني فلا لا تتبع سستاني ولا غير سستاني أنا صراحة يعني هالفترة ما متبع أي مرجع المرجع التبع في مسألة وحدة فقط يعني إذا عندي مسألة يحب استفتر عليه الصراحة جاي أشوف يعني المرجع السستاني الوحيد بالعراق يعني شوية تقدر يا حبيبي السستاني إيه بس المرجع محمد الصدر كدلك يا حبيبي السستاني إيه بس الله يسعدك وأنتو حد يعرف يوصل للسستاني أو يسأل السستاني الله يسعدك أنت ما تعوز أي سؤال أو شيء استفسار كلمني يا حبيبي والله يا العزم أنا أنفعك أكثر من السستاني على الأقل أنا برد عليك هوا السستاني لا يستطيع أن يرد عليك أنا صراحة يعني بشغلة وحدة يعني لازمتني من التسنن الصراحة إيش هي؟ يعني معممين السنة يعني حاشاك طبعا أبسط مثال وليد إسماعيل لا تأتي بسيرة أي أحد من الإخوة فهم كلهم على خير إن شاء الله نعم واخنا وليد إسماعيل أخي طيب مبارك أسأل الله أن يوفقنا وإياه ورجل على صغر نسأل الله أن ينفع بنا وبين فكون معي أنا في حوارك الله يسعدك يعني حديثك يلا في ما ألا خليك لا أكون معي تكلم يا معني لا تكلم أسمعك أسمعك ها وشوية الموبايل يعدي ناصي فلا جاي أسمعك لا لا أنا أسمعك الآن نعم نعم. فقلت لك يعني مشكلتي بسيطة. يعني اي واحد احب اتكلم ويا وحاوره بالحديث. ما ما يسمعني. قبل نزلني قلت لها بالحديث شلو معناه? اتمنت في السعودية. انا يعني عقلي ما يستوى بيش اتمنت في السعودية. طيب انت اسمك الاول يا حبيبي. اسمك ايه? اسمك عبدالله عبدالله. حياك الله يا عبدالله. انت عندك شبهة? لو انا اجبتك على الحديث الذي انت اتيت به واقتنعتي تتسنن? اه الصراحة ما اقدر اقول لك اتسنن ولا. انا عدي بعد يعني ان شاء الله. انا عمي تخير حطب ان شاء الله. بعد يعني عندي قدامي هوية. ان شاء الله اذا تفاتح بثجة استفسر علي شبهة شبهة. وان شاء الله يعني يعني اذا تفاتح بثجة استفسر علي شبهة شبهة. وان شاء الله يعني اتجيبني. طيب تفضل. الخرامي. عندي هذا الحديث موجود في صحيح البخاري. اخرامي تسمعني? نعم تفضل. عن النبي صلى الله عليه وآله انه قام الى جم منبض فقال الفتنة هنا الفتنة ها هنا من حيث يطلع القرن الشيطان واشار الى مسكن عائشة. طيب واشار هذا الحديث الموجود. واشار الى مسكن عائشة. الى مسكن عائشة. خليك معايا يا ساني واحدة. متأكد يا ان الحديث اه اه واشار الى مسكن عائشة. هذا الحديث اللي يعطاني اياه اا 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 اخوالي اللي هو عمي. طيب. اا اا اذا تريد التحوّم. كذب عليك كذب عليك كذب عليك. كذب عليك. كذب كذب عليك. النبي صلى الله عليه وسلم. واش فاشار نحو. نحو مسكن عائشة ولم يقل فأشار إلى مسكن عائشة نحو ولم يقل إلى نحو مسكن عائشة أيوة ففي فرق بين نحو وإلى خليني أنا أقول لك يا عبد الله أنا لو أتيت لك الآن وقلت لك أين المسجد فقلت لك أين المسجد الذي بجواركم هنا قريب فقلت لك نحو هذا المطعم فهل تقصد أن المسجد هو المطعم أجبني أجبني لو سمحت على سؤال مش أنت راجل بحث عن الحق أجبني على سؤاله وبعدين بقى أنت يعني فلسف مع نفسك أنت أتيتني الآن وأنا أتيتك وقلت لك أين المسجد قلت لي نحو هذا المطعم شايف المطعم نحو المطعم ده كده فهل تقصد أن المسجد هو المطعم لا مطعم إيش لا طبعا أحسن لا لا أكيد أحسن لكن لو أنا جيت للوقت قلت لك أين محمد فأشرت لي إلى المطعم قلت لي هنا إلى المطعم فيكسل منه أن محمد جالس وين في المطعم صح صح يا عبد الله أجب يا حبيب الخط نعم نعم أحسن إما نرجع للحديث بقى ونجمع الأحاديث في ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وهو مستقبل المشرق وهو مستقبل المشرق ناحية إيران وناحية العراق شواء كل الفرق الضل المنحرفة موجودة الآن في العراق الروافد والخوارش والصابقة والمرجئة كل ومعظمهم في انتجاه إيران فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هو مستقبل المشرق وأشار كده مستقبل المشرق وقال ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا ها إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان فقصد النبي المشرق لكن النبي يشور على بيته ويروح يتدفن في نفس المكان اللي فيه قرن الشيطان وفي نفس المكان اللي فيه الفتنة هل يعقل والإمام الحسن إما أراد أن يطفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم هرأى هذا أن يطفن بقرن الشيطان فما أشر هنا وفي رواية أخرى ابن عمر عبد الله بن عمر يقول له أشر نحو مسكن عائشة لأن نحو مسكن عائشة المشرق النبو وقف وأشر ها هنا الفتنة إما أنا أقول يا إخوة ها هنا الفتنة وأشر نحو المكتبة لا أقصد إلى المكتبة لا أشير إلى المكتبة هذه يعني أنا لا أشير إلى هذه المكتبة أنا أشير نحو المكتبة يعني في هذا الاتجاه فهمت؟ فما النبي صلى الله عليه وسلم أشر وأقل ها هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان أي كان النبي بيحذر أمته من كل فتنة ومن شر الفتن ومن ملامح هذه الفتن اللي ستخرج من نحو المشرك من المدينة فهذه الجهة يوجد منها مصار الفتنة وقرر نبي صلى الله عليه وسلم ذلك من حيث يطلع قرن الشيطان أي جماعة الشيطان وحزب الشيطان وقلت لك ثلاثة أشياء النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد يا عبد الله يعني النبي متهون في قرن الشيطان هل النبي متهون في قرن الشيطان هل الامام الحسن أراد أن يطفن في قرن الشيطان طبعا شكرا وهذه إجابة على سؤالك وإن شاء الله يا عبد الله كل يوم تعالى بسؤال وإن شاء الله نجيبك وأسألا يشرح صدرك يا عبد الله شكرا لك أبدا بإذن الله بإذن الله عبد الله عبد الله كم عمرك يا عبد الله نعم نعم يعني إن شاء الله كم شهر يدخل 18 سنة الله يشرح صدرك يا عبدالله عليك يا عبدالله بالقرآن الكريم فهو النجاة والله الله سبحانه وتعالى قال يهدي به الله من اتبع ردوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور فهذا الكتاب هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور فعليك التمسك بكتاب الله يا عبدالله شكرا لك يا حبيبي وأصلا يشرح صدرك إن شاء الله بقوة الله في أمان الله نحن مجد